الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولاً قبل أن نتكلم أشكر الإخوة الذين تقدموا لنا بالدعوة إلى هذه البلدة التي نحسبها طيبة ونحترم أهلها ونقدرهم جداً فأشكرهم جميعاً على استضافتهم لنا في هذه البلدة وأخص بالشكر عمنا حكيم وشيخ هذه القرية الشيخ علي همد فكاك جزاو الله خير كثير على ما قدم وكذلك أيضاً أخص بالشكر زميلي الأستاذ الطيب محمد الجيلي ونحن زملاء من فترة طويلة وأشكر جميع الإخوة اللي ذكرتهم واللي ما ذكرتهم على ما قدموا وأشكر كذلك الجميع على هذه الخلوة والختام الطيب لهذه الخلوة تعليم الأبناء ما ينفعهم وما ينفع هذه الأمة جمعاً من تعليم كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وكلمة إن شاء الله تكون في نقاط محددة النقطة الأولى أفضل ما يشتغل به الإنسان تعلم كتاب الله جل وعلا أفضل ما يشتغل به الإنسان لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي القرآن يوم القيامة انت كدت تخيل معي الإنسان يقف أمام الله يوم القيامة وما من أحد إلاه حيقيف والجنة أمامه والنار كذلك والحساب والإنسان يحتاج إلى ما يشفع له قال يأتي القرآن والصيام فيشفعان صاحب القرآن القرآن يشفع له وصاحب الصيام الصيام يشفع له فيقول الصيام أي ربي منعته الأكل والسرب بالنهار فشفعني فيه الصيام ما مبخل لك تأكل ولا تشرب فيشفع الصيام رواية النبي صلى الله عليه وسلم يسميهن بالزهراوين قال يضلان صاحبهما يوم القيامة تجي زي ما ظل فوق ضل والناس في حر شديد يجي ضل فوق انت حافظ البقرة حافظ أهل عمران تجي ما شفه وقليك ضل بتضل لك يوم القيامة وقال عليه الصلاة والسلام صورة ثلاثون آية يعني فيها ثلاثين آية دافعت عن صاحبها حتى غفر له الصورة تقول التدافع عن صاحبها أغفر له أغفر له أغفر له لحد ما يغفر له قال وهي صورة الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير إنسان يحفظه ويعمل بمقتضاها تدافع عنه يوم القيامة أيضا من فضائل القرآن ما جاء في صحيح البقاري عن أسيد بن حضير رضي الله عنه صحابي جليل صحابي جليل كان يصلي بالليل ويقرأ في صورة البقرة أو الكهف قال والفرس مربوطة فرس جنب مربوطة وابنه يحيى نائم قرب الفرس جنب ولد نائم قال فلما أقرأ تجول الفرس تجول بتنفر كده الفرس يعني تجفل قال فأسكت فتسكن لما يسكت الفرس تهدأ طيب تاني يوافل يقرأ كلام ده بالليل يقرأ تجول الفرس قال في المرة التالتة خليت وقفت القراية لأنه خفت على ولدي جنب راقد من الفرس قال حتى إذا أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له حكنا القصة حصل كده حصل كده حصل كده النبي عليه الصلاة والسلام قال له تلك الملائكة لأنه شاف حاجة زي الظلة فوق بتنزل لما يقرأ تنزل لما يسكت ترجع لما يقرأ تنزل قال النبي عليه الصلاة والسلام تلك الملائكة نزلت لقراءتك القرآن ولو أنك قرأت يعني لو واصلت تجرى للصباح قال لبقيت حتى يراها الناس والأثر في صحيح الإمام البخاري وأيضا جاء في الصحيح أن قيس ابن ثابت ابن شماس رضي الله عنه صحابه مبشر بالجنة كان يرى على بيته مثل المصابيح بالليل بقراء القرآن يشوفوا ذلك المصابيح في بيته من أثر تلاوة القرآن وهذه الملائكة إذن يا أخواننا دي بعض ما ورد في فضائل تعلم كتاب الله تبارك وتعالى يبقى عندنا سؤال لماذا نتعلم القرآن نوجه السؤال أكثر لماذا أنزل الله القرآن هل ربنا نزل القرآن دا عبث سدى ما منه هدف لا منه هدف طيب ربنا قال وما خلغنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظنوا الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل أم نجعل أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات الله قال الله قال لك ليدبروا آياته وليتذكره أولو الألباب يعني أصحاب الفهم وأصحاب العقول طيب القرآن ربنا نزل بفهم بغرب طيب تابع معي في الآيات الأولى في صورة هد ألف الأمر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من وين من لدن حكيم خبير شوف الآية البعدية ألا في اللغة العربية بسموها التفسيرية تفسر ما قبلها يعني كتاب أحكمت آياته وفصلت من الله الحكيم الخبير ليه ألا تعبدوا إلا الله إذن العل في إنزال القرآن شنو ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير تمام ربنا سبحانه وتعالى قال في صورة النحل وما أنزلنا عليك الكتابة إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه يعني القرآن ربنا نزلوا لبيان ما اختلف فيه الناس إذن عرفنا من غير ما يدبر القرآن ومن غير ما يستفيد مما في القرآن أضرب لك مثال بسيط في كتير من الخلاوة أستجيب لك واحد من الخلوة بيكون حافظ القرآن من البقرة للناس كله حفي الصم تقول لي بس أقرأ قل لي أقرأ لا يا الآيتين الآخرات من صورة المؤمنون كوريس ولا الآية الأخيرة بس يقول لك ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون تمام قل لي ما شاء الله الآية صحيحة طيب معنى شنو ما يتحفظها في الخلوة صح حفظوك لها كله معنى شنو أسأل أي يزول تابع لي فكي تابع لي شيخ جاي من خلوة بس قل لك دي أشرح لي الآية دي ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به معنى شنو ليس لديه عليه دليل يعني البدعو معنى الآية البدعو مع الله أي إله آخر ما عنده دليل عليه كده بس والله في حية تاني آخر الآية شنو آه إنه لا يفلح الكافرون الكافرون ده المنون ترجع لأول الآية دزل البدعو مع الله إلها آخر عشان كده يا أخواننا المشكلة في الناس كتار الحفظ الغرآن المشكلة ما في الغرآن ولا في حفظ القرآن المشكلة في إنه الشيخ الحفظ الغرآن ما فهموا له ما فهموا له يحفظ القرآن كامل وعقيدته خلاف القرآن ضد القرآن العقيدة بتاعته عقيدته شنو اكتسل الجماعة بتاعنا الخلاوة ديل بتاعنا الفقرة واحد يقول لك أنا قريت في خلوة شنو وخلوة شنو أسألوا سؤال بسيط عقيداتكم في منو قول لك عقيداتنا في الشيخ طيب الشيخ يعمل شنو قول لك كان دايرة الرزق تمشي ليو دايرة الجنة تمشي ليو أيوه طيب عقيدتك دي موافق للقرآن ولا ضد القرآن دي عقيدة ضد القرآن ليه يا أخواننا الشيخ ما بنفع انتو ما بنفع ويضره كله كله أيوه ما بنفع الشيخ ولا بدره يعني لو رزق بسيط الشيخ ما بزيده أتأكد ما بزيده ولو ما نجحت الشيخ ما بنجحك ولو عندك مرض الشيخ ما بيش فيك الدليل شنو على الكلام دا طيب وحدة وحدة راجع معاي سرطة الجن الصفحة التانية منها ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم قول والنبي دا في زول فوق منه تاني في زول أعظم منه في زول أجلة عند الله منه في والي صالح أحسن منه ما في صح دا فوق عليه الصلاة والسلام أيوه ربنا قال له قل إني ما قال؟ قال لا أملك لكم ضرا ولا رشادة مش كده بس في غسوة أحد ضربوا واحد اسمه عبد الله بن قميأة ضرب النبي في راسه عليه الصلاة والسلام وكسرت ربعيته وكسرت ربعيته السنون دي الرابعة الصغيرون دي سن الرابعة كسروا ليه وسن المغفر الطاقية دخلت في وجنته عليه الصلاة والسلام وشرطوا فمه الشفة التحدي اتشارطت ده كله ضرب بحجر النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليهم قال كيف يفلح قوم شجوا الشج ده ضري في الرأس شجوا نبيهم طيب تخيل معي الآن اللي نزل الشنو ربنا قال له ليس لك من الأمر شيء ده رسول الله عليه الصلاة والسلام السجماعة يقول لك لا 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 شيخنا شيخنا البجائدة يقول لك شيخنا ده الله يكتب لك حجاب السكين ما تمشي فيك والعقرب ما تضربك والعكاز ما يضربك ولا شي يجيك ما فيه وطيب النبي كيف شيخك أفضل من النبي ولا شنو يا صوفي يا أخ ما أقول يا أخ يا أخ ما تبالغ يا أخ شيخك أفضل من الرسول النبي صلى الله عليه وسلم يضربوه ويشجوه في رأسه والدم يسيل منه الشيء الحجبات اللي بيكتبصوا في دي النبي ما معرفه ولا شنو ما كان يكتب له ورقة ها قبل واحد من أولادنا هنا جاب لي ورقة قال لي الشيخ كاتبك وكاتب فيها التعريفة لافي فيها التعريفة الزمان دي قروش حديدة لافيها جوه قال دي بتعط رزق بالله طيب أنا ما نغشته لكن انت كانت ناقش الظلام لأداكل هذا هو أول حاجة الشيخ ببيعة ولا يريدك لها مجاني بالبيع صح ببيع الشيخ كان يجيب رزق بينه الشيخ يريدك لها بالقروش ما بيديك لها كان يجيب رزق ما انت أوس بالمنطق كده فهمه دي لو بيجيب رزق لو هي بيطلع رزق من عنده الشيخ ما بيديك لها والشيخ داي يلقط منك انت زاته هي زاته داي يلقط بها رزق عشان كده فهم معي كويس ربنا سبحانه وتعالى يتوكل بأمورنا ويتكفل بها كلها ما قال لك اسأل زولي ربنا قال وإذا سألك عبادي عني شنو قال لك مش للشيخ قال لن ده الشيخ البعي جايدة عمك البعي جايدة مداحين وشحادين وفتاع شيخ محمد أحمد كاتب فيون شنو ها الشحدة ولا شنو الشحدة غريبة شحادين اتشحد الله شو بالموحيد بيسأل الله لأنه ربنا خزائنه واسعة وعنده أي حاجة لكن بتسأل المسكين ده المسكين ده ما عنده شيء ودالي لجه طوزاته ودارك تيدفع تلقى ها تحت المخدى تدخلوا البيض تدخلوا القروش ده ما نافع ما عنده أي حاجة ربنا سبحانه وتعالى قال على لسان إبراهيم عليه السلام قال لهم جماعتكم ديل اللي بتعبدو متو ديل فإنهم عدو لي كلهم كلهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي يطعمني ويسقين ده كل من الله الطعام البتاكل ده انت قاعد بيجيب الفكي والله الفكي ده يوم اللعية الله يجيب لهم لاريا بس ها والله تلقى يجنب آه يكوريك آه تدديه لكي لغلبه يبلعه هو ذاته تدديه لب المعلقة ما يقدر يبلعه لأنه الله وقفه وكان أكله ممكن الله يوقفه جوه بطنه ما يقدر يمرقه ذاته يبقى في التحل ما قادر يمرقه لكي من بطنه شان كده انت عقيدتك قال الذي خلقني فهو يهدين والذي هو شنو يطعمني ويسكين وإذا مريضته فهو هو دمنه ده الله الشيخ ما عنده شغلة بالموضوع ده ما عنده أي دخل الله بس قال وإذا مريضته فهو يشفين والذي يميتني انت ما تخاف لك من ذلك يقول لك والله الشيخ دل لو ما عملت حسابك يا الوهابية الشيخ دل ينفخوكم يقردوكم كلكم والله كدابين والله ما يعمل أي حاجة أصلاحنا شغالين ينضم فيه لنا كم سنة ما جاءت أي حاجة فشنو الحمد لله ولا يشي قل لك بنفخوكم وصبروا جاينكم بعد شوية صبروا شوية بس شيخنا دل بيمهلوكم لكن ما بخلوكم في النهاية وما في أي حاجة لأن الأمور دي كلها عند الله كلها مكتوبة ومحسومة ربنا سبحانه وتعالى قال والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين إذا كان يا أخوانا الأمور دي كلها عند الله الشيخ دي شغلتوا شنو ما أن دي شغلة صح أنت عارف ده الكلام اللي احنا بنعلم للولادات في الخلوة هنا عشان كده في ناس كتار مبرسلوا أولادهم يقول لهم ما تمشي أولاد الخلوة دي ما تمشي لها ليه السبب شنو أنت لماذا دائر يجي بتعلم هنا قرآن بتعلم حادث بتعلم عقيدة صحيحة ما إنت مادأ يريد يجي لأنه الولد القاعد هنا والتعلم التوحيد ما شاء الله يا ل 알려 they 잘 ده تاني ما بيمشي القوبة أكلمك النصيحة ده القوبة ما بيمش والله وكان إنت مشيج يبت له سفري من هناك جبت لجنا هنا ما بنشربه دا قنع منه تاني ده بيكون نجد تماما ان شاء الله بيعبد ربه الخلقه بس ما عنده شغلة معاشيقكم ده وهم دايرين يتاجروا انت عارف الواحد فيهم دايري فتح لها خلوة تلقى فيها سلطمية شافع ويمشي الى قطباء القروش ويجيبوا ليو شوالات والقروش تجيو دايري يتأكل بابناء الناس لشان كده احنا بفضل الله عز وجل ولاداتنا الصغار بيفهم معاقيدة تمام انا قبل قاعد هناك واسمع فيهم بسمعوا في كتاب الاصولة التلاتة والقواعد الاربعة كتب كل ادلة من الكتاب والسنة والله يعجبوني ما شاء الله حاجة تعجب وادأسفت كثير لأولاد العيالة التانين اللي ابواتهم المشكلة من ابواتهم ما منهمهم هم ابرياء ما عندهم مشكلة ابواتهم اللي طفشهم خلهم شالين نبالهم وبجدع في الطير وبلعب وبالبلي ما استفادوا حاجة في متى؟ والله ما استفاد شي وابوه ما استفاد حاجة وده حيكون في رقبته بعدين يوم القيامة وانت ولدك اللي علمت التوحيد وعلمت الدين الصح ده لمن تموت بيدعو ليك لأنه تربية صحيحة وتربية سليمة لمن تموت بيدعو ليك لمن تموت ولدك اللي علمت القرآن ده عمل صالح بتلقاوه إتا عندك شكد الشيخ الألباني قال قال عمل الولد كله تبع الوالد كله تبع الوالد يعني ترى ما انت خلي ولدك بوراك حافظ قرآن إمام بتاع مسجد بعلم الناس القرآن انت عمل كله بمشي لك لكن لمن تطلق ولدك حوار تابع للشيخ يمشي هناك بغسل كرعين الشيخ انت ويملال الله باريك وتلقاج شايل لنا وببدوك فيها ده انت عمل بتشرفيه يوم الغيامة يا اخي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حفظ القرآن زول حفظ القرآن وتعلمه ألبس والداه تاج من ذهب يوم القيامة انت تفوته تخلي ولدك يلقى تفطر في ناس عجيبين لكنه مشكلته شنو هو الغرآن ماذا بيه انا متأكد اي واحد من الناس الحلة لو قلت له ولدك نحفظ القرآن بس ما بنده ويا حاجة تانية بس نحلي يقرأ من البغرة للناس يقرأ ويجيك راجع ما بقول لك ايش يقول لك سوو ما عندي مشكلة لكنه بخاف لمن ولده يجيه من الخلوة ويقول لك يا ابو ماهي اللابسه اللابسه دا عكشنو الفياد دا عكشنو دا حجاب قالوا لينا دا شرك شفت قالوا لينا دا شرك دا عبت خليم يجيبه هنا تاني دا مشكلته لأنه دائر ولدي يمشي ذي إنا وجدنا آباءنا على أمتي وإنا على آثارهم مقتدون دائر يمشي ذي لما نكون راقبنا البوكسي وماشينا الشيكانيبة والولد يركب معاوه ماشي معاوه وابوه هناك يسفه ترابه وراجعين مع بعض هو دا عدير لكن احنا بنكلمك بالصراحة احنا ما بنغوش على زول ودعوتنا ما ندا السنة ولا نخجلانهم منها دعوتنا دعوة ناقية مبنية على إنه الولد ينشأ على التوحيد الخالص ما يعبد الله الله ولا أنتنا مجاملة أنت لو لو ما عجبك ما عليش يا أخ نحن نسأل لك شنو طيب نسأل لك شنو نحن ربنا سبحانه وتعالى قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين نحن ما بنعلم لك ولدك الشرك لكن مفترض تشكر الله تشكر الله أولا وتشكر الناس اللي علموا لك ولدك العقيدة الصحيحة لأنه ده ممكن يبقى سبب هداية لكنت زاته الجماعة بزعله واحد حكى لي من أهلنا قال ولده ودالي شيخ بهين عندكم بتعطابط ده تعرفوه خليني من يسمونه ولد الولد ما مشى معه هو مشى قال لها الشيخ ولدي ده أنا قال له سميت السمان عن الشيخ وعن الفقرة كويس قال له طلعلي وهابي شاء الله العقيدة بتحت الوهابي أنا ما عارف أعمال له وشنو الشيخ ذاته شكله واقع عليه والشغلانة قال له والمشكلة ما في ولدك البقى وهابي المشكلة يبقي جدتا ذاته معه قال له والنايته وهم تبقوني وهابي في امتى السديق الشغلان اللي هم خايفين منا وما ديرين يعلموا أبنائهم لكن أنا أبشر كل ولأمر عاقل وفاهم وواعي دين التصوف دين ما ابني على الخرافة ما تبني عليه حياتك ولا تعتقد دين زيداء تقابل بوء الله ما تقابل الله بيدين زيداء يا أخي يا أخي قابل الله بيدين نقي ربنا قال إلا من أتى الله بقلب مالوه سليم من شنوه شوف الآيات البعادية طواله إبراهيم عليه السلام جل يا قومه قال تعبدون ما تنحتون تسول الشغلان بتعادكم لبراكم الواحد يسوي الصنم براه ويعبدوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لي موقفان في الجاهلية أتذكر أحدهما فأضحك وأتذكر الآخر فأبكي قال ببكيه قال دفن بيته حية لأنه كانوا بيئذوا البنات دفن حية وهي بتمسح له التراب من لحيته كويس وبح في الله في الغبر شانت فينا دفن حية لما يذكر ده بيبكي لأنه هذا من جهل الجاهلية لما كان في الجاهلية كان مشرك وبعد ذلك أسلم رضي الله عنه وأرضاه كويس الموقف الثاني قال كان عندي إله من عجوة سوى من عجوة يدينه كرعينه راسه كده كل مرة قال لما أجوع بجي بأكل منه حاجة كذلك اليد البجايدي بيشاوره يشيل يده يأكله اليد التاني الكراع لما نكله كله كويس قال بيذكر الموقف ده بيضحك لأنه يا إخواننا الزل لما نصنع إله بيده ويعبده ده سفه لمنزول يصنع إله بيده عشان كده إبراهيم عليه السلام قال لهم أتعبدون ما تنحتون تسووا تعبدوا براكم يا إخواننا دماء من العقل أنا سوي لي إله وبعشي أجعله متحكم فيني هم يجي يشاوروه إلهي تركي بشاور فيه إلهي أريد أن أسافر هل تأذن لي براك كده بعشي يقول له جزيت خيرا ويمرك كأن الإله أذن لي ما في حاجه لا أذن ليك وسويت وتبراك نفس النظام ده أس الشيخ يموت يربطوا الجماعة ويكفنوا تماموا يلفوا ويشيروا يدخلوا في غبر ويبنوا له قبة بعشي يجي يقول لك والله يا القبة دي إنحن لو ما مشنا لها البركة ما بتجينا يا ناس القبة بنتوا براكم في حلتنا أنا من الجمعاب هنا كان بتعرفوها جنب الكاملين قريبة عندنا القبة بتاعت الشيخ بيطوفوا بها بيطوفوا بالقبة عديل وخاصة يا ملكورة عندنا نادي بتاع كورة ده كان سمعتوا في نادي غلبه سبعتاشر قبل كده كان سمعتوا بيه بزهو ذاته الهلال غلبه سبعتاشر كويس ده الوقت مارجين بيطوفوا سبعة أشوات كده سبعة أشوات بيطوفوا بالقبة وبيمشوا شاني لعبوا كورة يا ناس الكورة الحرام دي تلعبوها بالشرك بالشرك وغلبهم سبعتاشر والله أنا اليوم ده كرغم إنه حلتنا لكن كنتنا مبسوط بصة خليطوا تقوم شاني عارفوا إنه الشيخ ده ما عنده أي حاجة الوقت ده كان لاعب فيه ولاعب اسمه سادومبا في الهلال لاعب كده بعرفه نيجيري ولا شنو كان لاعب الجماعة وقت مارقين من الحلة قالوا الليلة الشيخ بيبين فيه سادومبا النادي ما بيسم الشيخ النادي ذات قالوا حتى في الفيفا هناك قالوا أكتر لاعب أحرز نسبة أهداف في مبارهة نفسية في العالم تسعة أهداف قلت لهم سادنبا بيّن في الشيخ تسعة هم قالوا الشيخ بيّن في سادنبا طلع إنه سادنبا البيّن في الشيخ كله كلام فائغ يا ناس يا ناس ما أقيد الظلموت عليها أستعلك الله الظلموت يقابل الله بإنه أنا كان عاقدي في فلان المدفون بيجاي وفلان المدفون بهيني ودعا قيدتنا فيه يا ناس ربنا سبحانه وتعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون شنو يا أخي أنت مبارلي الشيخ وعاقيت لي في فلان وحجباتنا بنجيب من فلان أعلم تماما أعظم ثمرة قدمتها هذه الخلوة وهذا المسجد والمشايخ اللي درسوا وعلموا هنا هي التوحيد دي البركة العظمى وما شاء الله أنا دي زيارتي لعلها التالتة للبلد دي كل ما أجي ما شاء الله بشوف وجوه جديدة من أهل الخير وجوه جديدة من الوافدين على دعوة التوحيد في ناس بيكونوا كاشين من بعيد كده الذين يتربصون بكم كونوا قاعدين بعيد هناك كويس؟ في ناس معاكم في هذه العقيدة لكن بيخافوا مما يلحقهم من الإثم والأذى بنبزوهم وبكلموهم وكده فبكونوا معاكم بهناك يكتمون إيمانهم كونوا قاعدين في البيت ومبسوطين لكن خايفين يجوا بجاية الجماعة كمان وقلهم أها خلاص بيحكتوا المساخين دي بيقيتوا معاهم فديل إحنا كلهم إن شاء الله نحسب ربنا سبحانه وت نحسب إن شاء الله لما ربنا يفتح للدعوة ويمكن أكثر بيجوا دي كلهم بيجوا راجعين ها وفي جماعة متربصين بيننا لكن غالبهم نعملوا أها أنت حتعمل شنو يا صوفي التاي تابع لأي شيخ في مو هتعملنا شنو يعني أمش نادي شيخك ده أقيف في الحلة دي أقيف فوق وارفع يديك دي حتى يرابة يبطيك وارفع فوق يدك يا شيخ ألحقنا من الجماعة الخرب والبلدين ما بيعملوا يا حاجة وميش ونحن إن شاء الله تعالى إن مدى الله في العجال بنكون قاعدين بنعلم الناس التوحيد بنعلمهم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعوة دي بإذن الله تبارك وتعالى منصورة بأهل الإيمان وأهل التقوى وأهل العقل الصحيح أي زول أنا فيه فيه فهميه زول بس فاهم كده زول عاقل بيعرف إنه يا ناس شغلت الصوفية دي شغل ما رأك بعد لا بالمنطق كده بس ولا دا راية وحديث يا خان الله خلقني بس ولا دا تعب كتير الله خلقني ووقت خلقني قال لينا برزقك وما أريد منهم من رزقين وما أريد أن يطعمون الله خلقني والله برزقني وكان عيي تعياني الله ولما نبقى كويس بقاني كويس الله ولذي لو نجح نجح الله ولذي لو ما نجح ما نجح الله كويس كله من الله طيب الشيخ ده شغل و بالمنطق كده الشيخ عنده شغل ثاني والله أنا يكيني بالمنطق الصوفيات هل ما عنده معنا أي حاجة أسانا لو ما عندي آية ولا حديث بنقش أي صوفي ولا آية ولا حديث بنقشو حنك بس حنك بنقشو يجيني يقول له هذه من بركات أبونا الشيخ الفرتكاني أقول له هذه ليس من بركات الفرتكاني بس وقل له إذي تعب أبوك الشيخ ما أجاب الشيخ أصبحت لي انه جاب الكباشي أصبحت لي جابر مكاشفي داعي أصبحت لك استغنعني انه جانده أديتك لقال اونه داعه ما المكاشف أحدنا تعال تعرفوا كيف يعني ولا دا المكاشف فيوا نايا ماركة ورا عنده نمرة عنده ترخيص بتاع المكاشفة ما عنده حاجة يا ناس هي كيف هي بالمنطق ما بتغنعونها بالأدلة الشرية ما بتغنعونها بالأدلة عندنا آية واحدة بس جيه لك الموضودة تمام ربنا قال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يحب لمن يشاء إناثاً ويحب لمن يشاء الذكران ويزوجهم ويجعل من يشاء عقيمة تاني في حاجة؟ قسم لك أربعة أولاد بيجاي أولاد بيجاي أولاد بيجاي أولاد بيجاي عقيم ير ما بلدك بيهنا هذا اللي يجعلونه؟ هذا لا شيخ يجعلونه لا غير يجعلونه عقيم معناه عقيم محسومة الشغلانة لكن طبعاً هذا اللي وسلهم ذهنهم ويجعلون إذنين أولادهم لكي لا يسمعهم يقولوا أسمع كنت أجريك وهابة وأنت أسمع لهم فوت طوال أجري منه ها؟ ما تسمع لهم؟ لهم يخافون شو نحن بعاعت إحنا؟ عندي قرون الناس أفوق في قرون هنا؟ فشلو؟ اترى أنك بتكلم الزول بآية وحديث وهم ما بيعرفوا لك كلام بآية وحديثة هم بيكونوا قاعدين كده الشيخ خالف لك كراعه بيجوا الجماعة بوضوه يميت كراعه كده بعدما يتوضى الجماعة بيشربوا من الموية بتاعتكم بس الشيخ يقول لهم أمشوا كده يمشوا تعالوا يجوا ما في علم أسا جيب له أكبر حوار أكبر حوار في شيكانيبة في أي حتة جيبوا تعالوا يقول أنا بس ألك أربع سيلة في الفغة تجار تجاوب؟ أربع سيلة تلقى واقف كده ويعجبك شبعان عصيدة تشوفوا كده يعجبك أها أربع أسيلة بديك هنا في الفغة بتجاوب؟ لا الغران انت حافظ فيه حاجة؟ طبعا الحيران والمقدمين ده ما بيعرفوا ضي شيء ده بعرف الأخة العصيدة بالكوريت شفتها؟ وبيجيب ورا الشيخ وبتشوفوا كده غليد رقبته السيف ما يدليه ده برنامجه شنو؟ لا علم لا فغة ولا أي حاجة؟ ما عندهم علم؟ عشان كده هم بخافوا منكم ليه؟ لأنه المسألة هو حديث دارة مش أفتح بلاغ أمشي محكمة قاعدة مش أفتح بلاغة وإعنا برا المحكمة كايسيلة شنو؟ بمشي هناك أنا بجيب كتابي وبجيب والقانون في النهاية القانون بينصفنا الحمد لله القانون بينصفنا مشيت هناك تقول ليه؟ ليه تكلمت في الشيخ؟ وماذا قلت؟ أقول للشيخ ما بينفع يا مولانا لا بينفع ولا بضر؟ جيب صورة الجن بفتح للمصحف لا بينفع ولا بضر؟ في حاجة ثاني؟ ما في شيء شو طيبة لناي؟ دوق محكمة انتهى الموضوع في حاجة ثاني؟ ليه تتكلم في أبونا الشيخ؟ الكتاب بتاع الشيخ قاعد تقال كتب السمانية ماذي؟ كتب سمانية كتب قادرية الكتاب بتاع الشيخ قاعد بجيبه لو قل الله يا مولانا الشيخ قال أنا الله هذا الكتاب أنا الله هذا والله يشتم البلاغ طوالي رفعت الجلسة مرفع وتاني بنجل بعديها ما عندك معانا حاجة ما عندك معانا أي شيء عقائد باطلة أثبتنا عليك بعد ذلك يا أخوان عليك أننا في كونة من البرنامج تقول لهم خلونا نعلم الولادات دين نعلمهم قرآن نعلمهم الفغي ابقوا ناس في المجتمع انفعوا هلم انشوا لقدام دشي الآن المطلوب عموما أنا أطلت في الكلام لكن هي عبارة عن رسائل ووقفات نحن وقفنا من خلال الاحتفال وتكريم الاحتفاء بهؤلاء الأبناء أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلهم باردين بآبائهم صالحين في دينهم صالحين في مجتمعهم وأن ينفع بهم وأن يبارك فيهم وأن ينشر الدعوة في هذه البلد وأن يمكن لها وأن يفتح آذان الكثيرين والكثيرين ممن أخذوا صورة خاطئة عن الدعوة حتى تتبيلهم الصورة الصحيحة لهذه الدعوة الطيبة المباركة وزي ما قالوا أخواننا قبل نحن ما بندعوك تتحزب للحزب والحمد لله ولا لجماعة ولا لطريقة ولا عندنا لك شيخ لكي تبقى عليه ولا استمارات تملاها أبداً بل بحذرك من أي مجموعة انت كن على الكتاب وعلى السنة وادعلم وعلم على هدي السلف الصالح والأئمة المرضيين وعلماء الأمة الحقيقيين أدعلم وأعلم وأنشر العلم ده المطلوب عندنا بس ما عندنا أي شيء تاني ولا أي دعوة خلاف كده وأي زول دار يدعوك تنضمها لمجموعة أي زول دار يدعوك تنضمها لمجموعة أنا بقول لك بصراحة خدعك أغش عليك وده دايرك في النهاية عشان يكتر بك كومه وعشان يمشي يعمل تصويت يعمل شنوه ويعمل مكانه ويروج لنفسه أبداً ده إحنا كل ما عندنا نحن بس موضوعنا كل يدور في آية وحده قل هذه السبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أشكر لكم كثيراً جميعاً في ختام الكلمة وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا وأن ينور علينا جميعاً وأعتذر على التوقف هنا أخواننا وعلى الأسئلة نحن مسافرين والله عندنا امتحان كمان بكرة فربنا يسر الأمر لكن نترك المجال للإخوة يوزع الجوائز للمتوفوقين في الخلوة وجزاكم الله خير وصية القحطان لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان